اتكلمنا قبل كده عن الكرياتين وأهميته في علاج الشعر اللي تقريباً لهوش علاج تاني غير الكرياتين النهاردة حلقة سريعة هنتكلم فيها عن أنواع الكرياتين المضمونة اللي في السوق اللي ممكن تستخدميها وانت منطمنها كمان بينا إن الكرياتين في حد ذاته ملوش أي أضرار نهائياً على الشعر بل على العكس مغز جداً ومفيد جداً للشعر وبيعالج مشاكل تقريباً ملهاش علاج لكن مشاكل كلها بتكمل في مادة الفورمالين المسرطنة اللي لها أضرار كتيرة جداً مش بس على الشعر كمان على البشرة وكمان على العين وكمان على التنفس عشان كده كل الأنواع اللي أنا اطرحها على حضرتك النهاردة خالية تماماً ونهائياً من مادة الفورمالين وده الكرياتين اللي بنسميه نانو كرياتين زيرو فورمالين لأنها ضرورة تتأكد إنه مفهوش فورمالين اللي جاي من البرازيل مفهوش فورمالين دلوقتي الأمريكان منزلين أنواع كتيرة خالص بنسميها نانو كرياتين زيرو فورمالين آمن جداً جداً ومفيد في نفسه النوع الاول معنا هو نوع برازيلي اسمه كودا ماكس سيلفر وده بيفرد الشعر بنسبة 50% وبيعالج الشعر التالف بنسبة 90% وبيطر الشعر جدا وبيديله لمعة طبيعية ومعلومة اضافية ان النوع ده هو الاكثر انتشارا في الشرق الاوسط لانه دايما بيستخدم للشعر المتوسط الجفاف وده الشعر الاكثر انتشارا في الشرق الاوسط بالاضافة لكده هو طبعا خالي من الفورمالين نهائيا وامن جدا على الاطفال والحوامل النوع الثاني هو كود جولد وده ايضا جاي من البرازيل وده بيفرد الشعر بنسبة 20% وبيعالج الشعر بنسبة 100% بيطر الشعر جدا وده صنع خصيصا لزوات الشعر الخفيف النعم لانه بيغز الشعر بشكل كبير جدا وبيساعد ان الشعر يتقل ويدي للشعر حيوية ويستعيد نموه الطبيعي اللي فقده من خلال عوامل الجو والنوع ده بيحتوي على الزهب من عيار 22 من بين مكوناته طبعا خالي تماما من الفورمالين النوع الثالث هو المينيو كلير وده احدث تكنولوجيا نزلت في انواع الكرياتين لانه بيفرد الشعر بنسبة 80% وبيعالج الشعر بنسبة 200% وبيطر الشعر جدا وبيديله لمعة طبيعية ورغم انه بيتمتع بنسبة كبيرة جدا لفرض الشعر الا انه لا يحتوي على الفورمالين الشركة المصنعة استبدلته بمواد طبيعية صنعت خصيصا لفرض الشعر وده احدث تكنولوجيا نزلت في صناعة الكرياتين والنوع ده مخصص للشعر المجعد الجاف جدا النوع الرابع كرياتين كور يعتبر افضل انواع الكرياتين خالي تماما من الفورمالين يعالج الشعر من التقصف والتلف الناتج عن استخدام الصباغات بالذات يجعل الشعر ناعم كالحرير ويخلصه من التشابك الهاشان يعطي لمعة قوية للشعر حيث انه معالج بماء الذهب يمكن استخدامه لجميع الفئات العمرية ويمكن استخدامه ايضا للحوامل وده لانه بيحتوي على مواد عضوية مثل زرات الذهب والعسل والزيوت الطبعية اللي بتغزي الشعر جدا دول اربع انواع من الكرياتين اللي قدرنا نتأكد بنسبة 100% انهم لا يحتووا نهائيا على اي نسبة من مادة الفورمالين بكده انتهيت حلقتنا النهاردة ما تنسوش ان الحلقة الجاية هتكون عن كافية استخدام الكرياتين في المنزل ولو مهتمة قوي انك تشوف فيها يا ريت تتابعينا من خلال الاشتراك على القناة او الاعجاب بصفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة شكرا 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 شكرا